بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنبدأ نكمل قصة كفاح شعب مصر الفاصلة الثالث مصر خالدة على الزمن وفي الفيديو ده هنشرح الجزء الثاني وهو ما يتحدث عن جيش المغول من أعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية هنتكلم عن المغول ومن هم هجوم منين المغول هم قوم استوطنوا بلاد منغوليا شمال الصين وانطلقوا في القرن الثلاثتاشر الميلادي يحاربون إمبراطورية الصين ويلتهمونها جزءا بعد جزء وركنا بعد ركر انطلق المغول كالسيل الجاري في جنوبية الغرب فاستولوا على إيران من غير جهد المغول والدولة العباسية أرسله لك قائد المغول رسالة للخليفة العباسي بيطلب منه الخضوع والاستسلام فردهم الخليفة العباسي في كبرياء والنتيجة كانت انطلقهم بجيشهم الجبار مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود بغداد تم حصار بغداد وأطبق المغول عليها من الشرق والغرب ونصبوا حولها المجانيق ليه؟ علشان يقذفوها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد وانطلقوا فيها تدميرا وتخريبا بعد أن كانت بغداد كعبة العلماء ودرة الإسلام وهنا انتهت الدولة العباسية نهاية مؤلمة بسقوط بغداد بعد أن عاشت خمس قرون كاملة بلغت فيها الحضارة العربية أعلى مراتبها لم يقنع المغول بهذا بل استولوا على الشام في غير يعناء وأصبح سلطانهم يمتد من قلب الصين حتى حدود مصر جيش المغول على أبواب مصر اقتربت جيوش المغول من مصر بالدقة أبوابها دقة عنيفا دون رحمة ولا شفقة واعتقد المغول أن مصر ستسلم كغيرها من البلدان وبذلك ستتحقق لهم السيادة على الشرق العربي كله ولكن الشعب المصري أبى أن يخضع أو يلين أبى أن يسلم أو يستسلم وعزم على الوقوف في وجه الغزاة بعزم وقوة وإيمان وخلي بالك أن موقف الشعب المصري من الغزاة هو موقف سابت وموحد في كل الفصول وبالتالي هو نفس الموقف بأنه أبى أن يخضع أو يلين أبى أن يسلم أو يستسلم وعزم على الوقوف في وجه الغزاة بعزم وقوة وإيمان تجمع الشعب المصري تحت زعامة قدزة حاكم البلاد في ذلك الوقت وراح يعد نفسه لهذا الجهاد الشاق المرير خطته للقاء المغول كانت بأنه يسارع إلى حشد قواته والسعي بها إلى لقاء المغول في بلاد الشام قبل ما يوصلوا إلى مصر وقبل ما ييجوا مصر في خطوة جريئة طوال فرسان والجند صحراء سيناء في سرعة فائقة والنتيجة أن قوات المغول في فلسطين تفجأت بجيش مصر الزاحف نحوهم من غير سابق انذار اضطر قائد المغول في جنوبية فلسطين إلى التخلي عن غزة فدخلها الغيش المصري وكان الانتصار ده مهم جدا بحسب أن المصريين رابحوا الجولة الأولى فالأمر ده زاد من ثقتهم وإيمانهم بين أنفسهم فوق إيمانه معركة عين جالوت احتشد الجيشان في مواجهة بعضهم البعض وقرعت الطبول ونفقت الأبواق فكانت لقرية عين جالوت أن تشهد هذا الصراع العنيف الذي صدمت فيه فرسان المغول بجنود المشات المصرية الراسيخة الأقدام هذه المعركة ستحدد مصير العالم المتمدين كله وليس مصر وحدها التزم قدس في هذه المعركة بالخطة التي وضعها لقتال المغول والتي تتأخص فيه أنه ينفذ خطة بالتظاهر بالانكسار والفرار عندما يضغط المغول على قلب الجيش وبالتالي ينتج عن هذا التظاهر بالانكسار ثغرة يندفع إليها المغول بقوة بعد كده يعود المتظاهرين بالفرار بعد أن يقطع المغول مسافة مناسبة ويبدل السلطان إلى استئناف الهجوم بعزم راسخ وهو يصيح وإسلاماه بالإضافة لأن قوات من الجانبين تؤيد السلطان بشدة وعنف والنتيجة لذلك سيختل توازن المغول وهو ما حدث بالفعل وانفصلت صفوفهم مرتدين نحو التلال القريبة وبعدها شارك الفرسان فانقضى الأمير بيبرس بفرسانه وسط قرع الطبول القاصف وارتفع الهتاف الله أكبر الله أكبر من بين الصفوف كالرعدي يشق عنانا السماء استمرت هذه المعركة من الصباح وحتى الظهر وجد المغول أنفسهم يلقون الضربات الواحدة بعد الأخرى دون رحمة أو شفقة وطارد قدس الجيش المغولي المهزوم حتى طهر أرض الشامي منه وبذلك أصبح يوم عين جالوت يوما مجيدا خالدا في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم كله لما كان ينذر به هذا الجيش الزاحف من الخراب والدمار في كل مكان يحل فيه ولولا إيمان الشعب المصري بنفسه ووقوفه في وجه المغول لن دفعوا إلى الغرب والأندلس وأوروبا مخربين مدمرين بهذا هزم الطغاة وتحطم البغاة وتشتت شمل الغزاء وكانت مصر مقبرة للصليبيين والمغول وهنا بينتهي الفصل الثالث شكرا لحضرتكم ونتمنى جميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة شكرا للمشاهدة